بسم الله الرحمن الرحيم المقاتل سعد أحمد زغلول من قوات الاستطلاع المصرية في حرب أكتوبر 73 طبعاً نحن بصدد الاحتفال اليوم بعودة سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن الأم كاملة بكل ما فيها في هذا اليوم التاريخي 25 إبريل هذا اليوم وهذه الزكرة الجميلة التي لا تنسى أبداً طبعاً بتمثل ليه كمقاتل أو محارب يعني خاصة في مقاتل الاستطلاع أن السيناء كانت داماً قدامي على الجانب الأخر من القناة وكنت طبعاً يمكن أكتر الناس إحساساً مش أكتر النعاسين أكتر من المحاربين اللي هم حاسين أكتر بأن سيناء طبعاً لها أهمية كبيرة جداً إنها قدامي للمهار ومأسورة قدامي للمهار وبشوف العدو الإسرائيلي بكل يوم بنزل في المياه ونقم الاستفزاز ورحلات كل يوم السابت وطبعاً دي كناها بالنسبة لنا كتنوع من الاستفزاز المعنوي والنفسي للمحاربين اللي هم على شاطئ القناة وخاصة رجال اللي ستطلعوا اللي هم معنيين لأنهما بيشاهدوا العدو بيرقبوا تحركاته بيسجيلوا كل اتصالاته فطبعاً يعني هنتكلم بعد كده عن أهمية هذه الأرض المكندسة اللي هي سيناء لكل شبر فيها وكل رملة فيها بتنطق ببطولة شهيد وكسة بطل عظيم من أبناء هذا الوطن الحبيب ودايماً بنكلم عن سيناء أو عن حرب أكتوبر أو العشر من رمضان من أيام أول ما يعني نبدأ دايماً بالتعظيم دور الشهيد وذكر الشهداء العظماء اللي هم في الدم لو لهم ولولا الدماء الطاهرة التي انسكبت على رمال سيناء ما كنا الآن ولا كان هذا التطوير الذي يحدث في سيناء الآن يعني موجود فهم يقول لهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عبوة طلاط الأبطال ودماء الشهداء رجعونا هذا الوطن الغالي وقطعة غالية من سيناء الحبيب سيناء طبعاً من زمان معروف أن سيناء هي البابة الشركية لمصر ودايماً أي عدو لمصر دايماً بيجي عن طريق سيناء منذ اللوكسوس يعني كل الأعادة مصر بيجوا من الشرق عشان مصر يعني فطبعاً سيناء لها تاريخ عظيم وتاريخ نضالي كبير جداً هنريد أن نقول مثلاً بعد سبعة وستين كان ناس احتلوا الأرض دول كان خاص بيرسخوا أن سيناء خلاص بقت أرضهم ومش هيسبوها أبداً يعني فحتى يعني كنا نقرأ في كتب بتاعتهم اللوما سبوه وفي اللوما سبوه وهرب ومش وأقولك أنا سيناء من المعروم جيداً أنا سيناء أرض تابعة لإسرائيل ومنذ كدم التاريخ لقد تهى فيها أجددون أربعون سنة أيها الجندي أيها الجندي اعلم أنك تدافع في هذا المكان تدافع عن البيت بعيداً جداً من البيت فطبعاً دي لها مدلول واعلم أنك في حصون قوية لن تستطيع المدفعية المصرية أبداً أن تدمرها أو تستولي عليها طبعاً بعد الحرب حصل لأنه خدنا كل حاجة منهم وعملنا كل شيء الحمد لله وبعدين كمان وعندهم كان عندهم غرور جامل جداً وقول لك دي أرضنا ودي خاص بيرسخوا بأي شكل بكل شيء يقول الجندي الإسرائيلي عليك تجعل العدو أنه ينزل في الماء أو يعمل أي ملاحة في القناة ولازم لازم أن يجب علينا الحرف كده أن نجعل القناة مشلولة هكذا يعني ديما تبقى دايما على طول مشلولة كده فبعدين اعلم كمان وأنه المعلوم جيداً كمان أن أي محاولة من جانب مصر بأن تجدد الكتال أو تبدأ في حرب سنزاف جديدة ضد إسرائيل ستكون مثل الذي يضغط على زناد المسدس مصاب إلى قلبه فيعني لو مصر فكرت تحريبنا أو تعمل سنزاف تاني يبقى زي اللي بيكون ينتحر وطبعاً ده كان غرور كبير جداً هنقدر أن القدر المصري يتعذف عليه في الخطل التستراتيجي ويعني وعبرنا في الشمس في الظهر حاجة يعني كانت معجزة يعني الحمد لله طبعاً سينة لا تاريخ عظيم لازم من الأجيال تعرف أن الأرض دي مروية بدماء الشهداء ويعني على امتداد الزمن يعني أنه بدأ ب67 وبعد ما طبعاً مش هننسي أبداً الأبطال بتوع سينة والقبائل سينة الشرفاء العظماء من قبائل السواركة والتيها وكلهم كان ناس أبطال والطرابين أنهم أقدموا لنا يعني والوطن هم حاجات عظيمة جداً ما تنسيش أبداً في كل حرب للسنزاف وكل هذه السنوات يوقفوا يعني مع بلدهم وقفة عظيمة جداً وطبعاً ما ننساش سنة 68 ومؤتمر الحسن اللي كان عوزيني يعمله تدويل لسينة وأنها تبقى تبقى ماش تبقى مصر خالص وتكتطع جزء من مصر لكن طبعاً الشرفاء من أهل سينة الكرام العظماء يعني الشيخ سالم الهرش اللي وقف في مواجهة مشه ديان وقال له نسيناء تبع مصر وتبع أرض مصر ورئيسها جمال عبد الناصر وهو صاحب القرار وكان حاجة يعني وقفة جمد جداً وقفة طبعاً تولت معهم لحد دي ليلة الحرب كانوا معانا الناس ديان ما شاء الله وقفين معانا ووقفات تعظيمة لقيتهم سياعنا فطبعاً وحرب سنزاف ولازم نذكر أيضاً بالخير احنا في مجال احتفال ما شاوزين احتفالنا لازم يكون تقدير واعتراف بفضل الأبطال وفضل الشهداء ومن ضمنهم الأبطال أهل سيناء أهل مدن قناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد الناس اللي تهجروا من بلادهم وتحملوا ضرب المدفعية الإسرائيلية ليلة النهار وتهجرهم من بلادهم بصمود كل الشعب المصري هذا هو الجيش المصري لما شعب المصري وقف خلفه بإيد واحدة كان الجيش المصري إيد واحدة وكل الأسلحة أسلحة مشتركة في عمل في عمل مشترك جماعي رائع منظم أزهل الدنيا كلها وأزهل العدو الذي كان مغرورا وغرورا تاما طبعا كان نصر الأكتوبر ده نصر لا ينسى طبعا إلى الآن بعد خمسين سنة بنحتفل بانصارنا العظيم في حرب أكتوبر وهذه الحرب والبطلد كلها هي سبب الآن إن سيناء ودماء الشهداء طبعا منذ الحروب كلها إلى دماء الشهداء الأبطال في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب وأصبحت سيناء كلها أرض نظيفة طاهرة لأهلها ولمصر كلها يعني كمان سيد الرئيس السيسي كان يعني أصر أنه يفتر في وسط الجنود وفي وسط أهل سيناء دي لها علامة جبيرة جدا أن سيناء أصبحت طاهرة من الإرهاب وكانت دين نوع من يعني الإعتراف والتجدير لجنود مصر البطال سيناء والشهداء سيناء ضد الإرهاب فهذه أرض أرض الشهداء يعني في كل حروب فهن دايما بنحمل لهم كل تجدير وكل الاعتبار ولمصر وشعب مصر دايما دايما نعاوزين الأجيال تفتكر وتقدر وطنها مصر الغالية طبعا كان كان في أيام الحرب السنزاف كان برضو في الجيش كله كان يقيد واحدة كل الأسلحة حتى شؤون المعنوية كان بيبعتون لنا الشيوخ والقاساوسة واللاشني الجنود ويحسوهم على العطاء والبزل والعطاء والكفاح سبيل الله والوطن كان لمرضحات مرضى يعني عوامر كلها مشتركة كانت رائعة جدا في سبيل تحقيق النصر والسراد هذه الأرض الطيبة قبل ما يختم بس أقول بيت شعري يعني أو بيت شعري كتبتها وأنا سينة قدامي وأنا محروم منها وبشوفها كل يوم والعدو قدامي كل يوم عمالي بصله وشايفني وبقول أتذكر حين رأيتك أول مرة والمدن الخربة طرفل في أسواب جراح كفز الحزن إلى أحداقي ماتت في قلبي أشواقي هامت من حول الأشباح لا صوت لطفل يلهو لا مدرسة تهتف كل صباح وطيور النورة ستتهاوى تبكي بإدفاف التمساح هذا كان الموقع بتاعه قبل حرب أكتوبر وبعد كانت طبعا دخلنا إلى سيناء ودايما سيناء لا في قلوب كل المحاربين أغلى زكرة وأغلى يعني أغلى أيام عمرنا اللي احنا أضناها وإحنا على أرض سيناء بعد تحريرها الحمد لله